اسمي عمر جباعي عمري شي 34 33 35 انا من سوريا من مدينة اسمه السويدة محافظة اسمه السويدة والله صح من ضيعة اسمه المجامر بس عايش بين سويدة والشام شوفي تجربة الشغل مع بابا بخجل خبريك عنه لانه بوقتها كان عمري قديا يعني شي 21 22 سنة بتعرفي في صراع اجيال وفي قتل الاب وفي فرق يعني اودي بصغير جواتي وكذا فهي كانت شي بشبه المناطحة لا بدك ما تنسي انه بابا كان محبوس وقت انا انا كان عمري 45 يوم تقريبا اوهي بشي وقت من حباس بابا وظله عشر سنين محبوس يعني بوقتها انا كنت فهمان انه بابا عم يعمل شي له علاقة بحياته بالسجن اللي انا ما كنت عايشه ما بعرف شو هي الاهم هو قدي استفدت منه فنيا لانه هو حدا كتير بيعرف شو له امنيه كتير خبير بشو له يعني خاصة انه وقت كان معتقل اصلا اشتغل بقلب السجن يعني هو اتخرج بالاخد الماجستير بالواحد وثمانين بدريب اثمانين ورجع ع سوريا واعتقل باثنين اثمانين باخر اثمانين بالنسبة للي و لاكتار يعني يمكن لجيل كامل انه انتي لي يعني لي العالم ما بتحب تروح المسرح القومي مثلا لانه هو تعبير عن السلطة انتي قريدي عارفاني شو رايح تشوفي مانك رايح تشوفي شي منه مألوف يا بدك تشوفي شي عن فلسطين يا شي عن مدري شو يا شي كلاسيكي مثلا اغريقي ما بيعنيكي بلاحظته فانتي افرغتي المجتمع افرغتي الثقافة من معناها بطل فيه صارت رمز للسلطة الثقافة فالعالم ما كتير صارت مهتمة بالتالي ما صار في تراكم باواخر التسعينات مدري باواي الألفونات انفتح هذا المجال صار المسرح شوي حر اكتر بس كان تدمر جمهور المسرح اذا بدك يعني انت عمليا افقدتي فاعليته ورجعتي انه اشتغلوا اللي بدكن تشتغلوا ومين بدكم ومين بده يحضركن يعني وصار فيه التمويل الخارجي اللي علاقة بالمنح والتعامل مع اوروبا وكذا اللي هو بمحل كمان كان موضع مسائلة يعني انه باي لحظة بقولولك انت عميلة لانك عم تعملي مسرحية عرفتين انه هاي عمالة بس انه انت تدمر مجتمع هاي شغلة كتير طبيعية كتير عادي بتصير بكل البلدان يعني ضلينا محصورين بهاد المجال بنفس الوقت كانت دكتورة ماري الياس عم تشتغل على مشروع كتير مهم هو المسرح التفاعلي بسوريه اللي فوتته عمليا على المنطقة كلها مش بس على سوريا هذا الحكي يمكن كان 2001-2002 بس بهاي الفترة مثلا الشي اللي صار بالبضيع عندها الحكي بال2005-2006 كذا كان يعني دكتورة ماري بتقولي انه في واحد من العروض التفاعلية اجت عليها ضيعة كلها لهالدرجة البلد كانت متعطشة مش للمسرح لأي مصدر ثقافي غير رسمي لانه الرسمي معروف شوه لهيك الناس ما بتروح على المسرح بس بنفس الوقت بتتفاجأي انه مثلا المسرح التجاري بسوريا اللي هو اغلب كتير من يعني بالوقت اللي كانت تيكت طبعا المسرح القومي 25 ليرة كانت تيكت درجة تالتة بمسرح دبابيس او الخيام او مدري شو 100 ليرة لهالدرجة الفرق الاولى خمسمية يوصي يعني درجة اولى خمسمية تخيلي انه المسرح التجاري كان يكون كومبلي كل الوقت ليه لانه الناس بده تخفف بده تريح طيب بلاش تفكر بطريقة لهلأ هذا مشروع حياتي اذا بدك لهلأ مثلا انا بستصعي بسافر على مكان خارج هاي المنطقة لهذا لانه عندي هذا المشروع انه طيب انا بدي ابني قاعدة للمسرح لحتى يصير مقبول بعدين بعمل بيكت او بعمل كروتوفسكي او بعمل خليني هلأ ابلش بشي اوكي انا بقبل انه ينقال عني سطحي ودافع ومباشر ويستدعي الكوميديا ومبتزل وكل هدول بس مقابل انه يصير في عنا جمهور بعد 200 سنه يطلع مخرج مهمة كروتوفسكي او يطلع ممثل مهمة او يعني اي شي انه كيف فينا نعمل مسرح يجمع بين المباشرة الواقعية بطبيعة الحال وبين العمق بنفس الوقت شي بيشبه مسلا بالنسبة لابو كرشو تبع زياد الرحباني للاسف مسلا تجربة زياد كمان هي نوع من تكسير لهذا المشروع بتكسره لانه زياد يعني عمل كل اللي عمله سواء ازاعيا او بلغة بالموسيقى او بالمسرح وبالاخير ليك المجتمع اللبناني لوين وصل يعني بتحسي انه الثقافة ما عندها اضافير تخرمش فيها ما عندها سلاح فهي تأثيره كتير بعيد اذا كان لها تأثير الغريب انه ارتباطي مع الشام وسويدة ما بيشبه ارتباطي بباقي الوطن السوري العظيم ما كتير يعني على الاقل قبل الثورة ما كنت حس انه مثلا الحسكة اذا بصر له شي كارسة علي في حين انه اذا بتحترق شجرة على ضفات بردة مثلا بالنسبة لقليم صيبة شي بشبه باللادية كمان لادية لانه كنا نطلع نصيف فيها فبصير في علاقة مع المكان بصير في رابط بتحسي حالك فعلا انه هاي بتحسي حالك انك سورية باي التنقلات باقي المحافظات ما كتير كان لها علاقة فيني لابلشت في السورة يعني صرت حس حالي درعاوي اكتر ما انا من سويدة وواعدين حس حالي انا سويدة اكتر مش شام بعدين حس انا حلبي لا انا بقضعت وواعدين ما عدا عرف انا من وين الله وكيلي